التقى الأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح العمقي الأحد بالمكلة وفدا أمنيا عسكريا من الأشقاء في المملكة العربية السعودية برئاسة مجير العمليات العسكرية المدنية للقوات المشتركة لوارك طيار عبدالله بن دخيل الحبابي طرق الأمين العام إلى متانة العلاقة والروابط الأخوية المشتركة بين بلادنا والمملكة مؤثمنا دور الأشقاء في قيادة دول التحالف العربي المملكة العربية السعودية والدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم جهود الأمن والاستقرار في بلادنا عامة وفي حضر موت على وجه الخصوص وأشار اللواء الحبابي إن أمن واستقرار اليمن جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة والمنطقة مؤكدا بأن الزيارة تأتي في سياق مساندة جهود قيادة السلطة المحلية لتعزيز الأمن والاستقرار في حضر موت موسيقى موسيقى